عائلة الكرة التونسية تدعم أول مصاب بكورونا عائلة كرة القدم في تونس دعمت لاعب اتحاد بن قردان عمر زكري بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد وأعلن زكري إصابته بكورونا كأول لاعب تونسي يتعرض لإصابة بهذا الفيروس اللي تسبب طبعا في وقفه وتعليق النشاط الكروي بل والرياضي بشكل عام على مستوى العالم ولاعبون ومدامون في تونس ونقاد وعدد كبير من الشخصيات العامة في الوسط الكروي والرياضي التونسي طبعا بيدعمه هذا اللاعب والمؤساء اللي قدمت له عبر مواقع تواصل اجتماعي أو بالتواصل مع المحيطين به أو أسرته من أجل التخفيف عن اللاعب والإطمئنان عليه وعلى طبعا مرحلة العلاج أو برنامجه العلاجي المصري مصطفى الفراموي زميل زكري في التحدي بردان قال ألف سلام عليك يا صديقي العزيز ربنا يشفيك ويشفي أهلك جميعا وترجع أحسن من الأول والمدرب كمان واحد من المدربين الكبار هناك طارق جرايا أعرب عن طبعا أسف للسمع أو لمعرفة هذا الخبر وأكد أن اللاعب المصاب لعب قوي ومحارب في الميدان أو داخل الملعب وستكون كذلك إن شاء الله في هذه المحنة ده بيحدث هو بيحدث اللاعب المصاب وبيقول له إن شاء الله هتكون قادر على المقاومة وقادر على تخطي هذه الأزمة والتعافي من هذا المرض بإذن الله قال له شدة وتزول وإن شاء الله تخرج منها ألف سلامة والرئيس السابق للتحاد بن قردان أيضا يتحدث عن هذا الأمر وقال إن شاء الله ربي يشفيك أنت ومن معك وقبل أن تكون لاعب التحاد بن قردان أن أخونا ولك علينا حق الدعاء فاللهم لا ترنا فيه مكروها بنتمنى طبعا الشفاء للعب وتجاوز هذه الأزمة وبنتمنى طبعا ربنا إن شاء الله سبحانه وتعاليش في مرضونا جميعا وأن البشرية جمعاء ليس فقط على مستوى مصر أو الأمة العربية أو الإسلامية الدعاء طبعا لكل البشرية ولكل العالم أنه يتجاوز هذا الخطر وهذا الألم النفسي الكبير وأيضا المشكلات البدنية المصاحبة للإصابة بهذا الفيروس وحجم الأعباء الملقاة على عتق الدول ماليا وطبيا وعمليا وعلميا كل السباء اللي احنا شايفينه للتوصل لحلول فاكسين أو لقاح أو دواء لهذا المرض كل اللي احنا بنشوفه في العالم الجهود كلها منصبة على مواجهة هذا الخطر إن شاء الله ربنا يوفق هذه الجهود ونستطيع أن نصل لحلول يعني تنقذ البشرية من هذا الخطر الكبير وكل ما سببه من مشكلات وخسائر على كافة المستويات النفسية والبدنية والطبية والمالية والاقتصادية وفي المقام الأول طبعا الخسائر في الأرواح ونتمنى أنها تتقلص للحد الأدنى مع القدرة على كشف المزيد من الأمور المتعلقة بهذا الفيروس وآليات موجهته في الفترة الجاية وكل سبق علمي إن شاء الله هيكون مؤثر جدا في تقليل الخسائر خلال الفترة القادمة البشرية والمادية إن شاء الله إلى الحد الأدنى إلزام الأندية الجزائرية بالاتفاق مع لعبيها حول الرواتب نفس الأمور أيضا الاتحاد الجزائري مع الأندية الجزائرية بحث الأمور المالية وآليات الاستمرار وكيفية الالتزام بالمستحقات وفي نفس الاتماع يمكن أن تتحمله خزائن الأندية مع توقف النشاط وعدم وجود تذاكر إيراد للمباريات بث المباريات عوائد من البث الفضائي أو التلفزيوني الرعاية وتأثرها بتوقف النشاط كل الأمور المالية طبعا اللي بتربج حسابات المؤسسات الرياضية والأندية على مستوى العالم كله لجنة العمل والمراقبة المكلفة من قبل الاتحاد في الجزائر الاتحاد الجزائري للقدم تقوم بدراسة تداعيات مع بعد جائحة كورونا من النواحي التنظيمية والإدارية والمالية والقانونية بتعقد أول اجتماعاتها عن طريق الفيديو كونفرنس برئاسة أيضا رئيس اللجنة خير الدين زدشي وحرصت اللجنة على دراسة كافة تداعيات الأزمة ومدى تأثرها على الأندية خاصة فيما يتعلق بعقود اللاعبين وتخفيض راتبهم خلال فترة التوقف وانتهى الاجتماع إلى إجبار الأندية أو إلزام الأندية بالاستعانة بملاحق للعقود التي ستنتهي في يونيو مع ضرورة التوصل لاتفاق مع اللاعبين قبل تطبيق إجراءات تخفيض الرواتب خلال فترة التوقف أو تعليق النشاط وقررت اللجنة أيضا تأخير فتح باب الانتقالات الصيفية بناء على تعليمات الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا طبعا ربما كنا بنحاول أن نتواصل مع عدد من اللاعبين والمداربين على مستوى العالم بنعرف منهم الأخبار في بلادهم مع توقف النشاط هل هناك فرص لعودة النشاط قريبا كنا في حلقتنا اللي فاتت أول أسبوع الماضي في نفس اليوم وفي نفس حلقتنا من برنامج الأهلي الليلة ولكن في الأسبوع الماضي أزعنا لحضراتكم خبر أن الهولندي لكرة القدم بيطرح فكرة استئناف النشاط خلال الفترة القصيرة القادمة وعودة النشاط الكروي والدوري الهولندي لكرة القدم ولكن فيه تردد وفيه رفض وفيه نوع من المناقشات بتجري مع إدارات الأندية الهولندية خاصة للأندية الكبرى أو الأندية الأشهر في الدوري الهولندي لأنه فيه مخاوف شديدة من أن يؤثر هذا الأمر سلبا على مواجهة انتشار الفيروس أو يؤدي تجدد أو انتشار الإصابات بين اللاعبين والأجهزة الفنية فنشوف طبعا العالم بيقول عن النشاط الرياضي في الفترة الجاية هل فيه تواريخ محددة لاستئناف والعودة إلى ممارسة نشاط كرة القدم أو إلى استئناف الدوريات والمباريات والمنافسات الكروية أم أن الغالب هيكون الإبقاء للأمور على ما هي عليه الآن حتى نتجاوز هذا الخطر وحتى تظهر أمور جديدة علميا وطبيا تسهل من مهمة عودة واستئناف النشاط الرياضي ومعها هيكون الخطر قد تم تقليله أو تقليصه إلى الحد الأدنى مفيش أي أمر قاطع حتى الآن فيه إمكانية عودة النشاط الرياضي من عدمه بدأت بعض التكاهنات بعض الآراء تطالب بعودة أجندات الدوريات أو بعض الدوريات الأوروبية ولكن لم تحسم الأمور حتى يومنا هذا طبعا عندنا عدد من الأمور يعني ربما كمان نتكلم مع شخصية من الشخصيات الأوروبية إذا أتيح أننا نناقش أحد المدربين أو اللاعبين أو النجوم السابقين في الدوريات الأوروبية نعرف منهم الأخبار ونعرف منهم أصداء انتشار هذا الفيروس ومردود هذا على نشاط الرياضي والمطالبات باستئناف الدوريات الأوروبية أيضا والمطالب عدم الحديث عن هذا الأمر لأنه بيحمل درجة كبيرة من المخاطر في حالة استئناف هذه الأنشطة أو المنافسات الكروية مع بقاء الوضع الوبائي على ما هو عليه عالميا ودون التواصل إلى حلول قاطعة علاجيا وطبيا لأنه في ناس كير جدا متخوفة من هذا الأمر ده اللي هنحاول كمان نتطلع عليه من خلال متابعات ومداخلات مع عدد من اللاعبين أو المدربين عالميا خلال تغطياتنا عبر قناة الأهل في برامجنا المختلفة خلال الفترة القادمة شكرا